بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته وصل بنا الكلام إلى الفصل التاسع من المرحلة الأولى من كتاب بداية الحكمة للمقدس العلامة الطبطبائي على الله في الخلد بقاه والذي يدور الكلام في هذا الفصل حول عنوان الشيئية تساوق الوجود فيقول قدس سره الشيئية تساوق الوجود والعدم لا شيئة له إذ هو بطلان محض لا ثبوت له فالثبوت والنفي في معنى الوجود والعدم قبل أن ندخل في بيان مفردات قبل أن ندخل في كما نعبر في مضامين هذه الكلمات لابد من تقديم مقدمة نستوضح فيها مفردات وفي هذا البيان المقدماتي نحتاج إلى بيان نقاط أربعة النقطة الأولى في مفردات هذا البحث في التعريف بهذه المفردات هنا مرة معنا كلمة محددة وهي كلمة تساوق وما هو معنى المساوقة وما هو مميزها عن المساوى في المساوقة عندما نقول الشيئية تساوق الوجود فإن المساوقة هنا هي اختلاف عندما نطق هذه الكلمة يعني نقصد بها اختلاف في اللفظ والمفهوم واتحاد في المصداق وحيثية الصدق هذه الكلمة الشيئية تساوق الوجود هناك اختلاف على مستوى ماذا؟ على مستوى اللفظ كما ترون وكذلك على مستوى مفهوم كل منهما وهناك اتحاد في المصداق واتحاد في حيثية الصدق بينما المساوى عندما نقول الشيئية تساوق الوجود مثلا على هذا الفرض هنا نقصد بالمساوى اختلاف في اللفظ والمفهوم وقد يكون هناك اختلاف في حيثية الصدق واتحاد في المصداق الخارجي الآن لو اردنا ان نوضح اكثر في بيان هذه المفردات ونذهب الى دائرة المثال حتى يتوضح لنا هذه المفردات وهذه المعاني نقول في المثال الاول الذي نأخذه زيد انسان ناطق هنا بين الانسان وبين الناطقية هناك جملة من القضايا التي نعبر عنها هناك جهة اختلاف وهناك جهة اتحاد اما في جهة الاختلاف نلاحظ ان هذا اللفظ لفظ الانسان ولفظ الناطق فيه اختلاف على مستوى مفهوم وكذلك على مستوى ماذا على مستوى على مستوى اللفظ هذا له لفظ وهذا له لفظ هذا له مفهوم وهذا له مفهوم بحد ذاته وبالتالي هذا ما نعبر عنه بجهة ماذا بجهة الاختلاف أما إذا ما أردنا الحديث عن جهة الاتحاد فإننا نلاحظ أن ما بين الإنسان وما بين الناطق اتحاد في المصداق الخارجي وكذلك اتحاد في حيثية ماذا؟ في حيثية الصدق إذ أن الإنسانية والناطقية خارجا هما في شيء واحد وكذلك حيثية صدق الإنسانية وحيثية صدق ناطقية قد تحققت ماذا؟ قد تحققت بشيء واحد إذن هنا نقول ماذا؟ نقول أن ما بين الإنسان وما بين الناطقية هناك كما نقول حالة المساوقة وتوجد هنا حالة المساوقة هذا في مقام ماذا؟ في بيان مقام أو بيان مفردة المساوقة أما إذا ما ذهبنا لبيان مفردة المساوى فنقول في مثال أن زيدا هو عالم عادل هنا لدينا زيد عالم عادل ما بين العالمية والعادلية هنا هنا نجد أن هناك أيضا نقاط اتحاد ونقاط ماذا؟ ونقاط اختلاف أما النقاط الاختلاف فهي على مستوى اللفظ والمفهوم نلاحظ أن لفظ عادل ولفظ عالم مختلفان نلاحظ أن مفهوم العدالة ومفهوم العلمية أو العالمية أيضا كما نقول مختلفان إذن لفظا ومفهوما ما بين العالم والعادل هناك ماذا؟ هناك اختلاف وكذلك في حيثية الصدق هذا عالم مختلف عن هذا عادل نعم قد اتحدث خارجا على مستوى المصداق فكان هذا زيد هو عالم وهو عادل بذات الوقت وهذا ما نعبر عنه بالمساواة في هذا المعنى العلاقة بينها إذا ما أردنا أن نأخذ نقطة ثالثة ونشير إشارة مهمة جدا وبالغة الأهمية إلى نحو العلاقة أو بمعنى آخر نحو النسبة ما بين المساواة والمساواة نرى أن هذه العلاقة هي علاقة العموم والخصوص المطلق فإن هنا المساواة هي ماذا؟ هي أخص من المساواة لأن في الأول يشترط في الاتحاد أن يكون هناك اتحاد على مستوى المصداق وعلى مستوى الحيثية أما في المساواة فيشترط فقط الاتحاد في ماذا؟ في المصداق كما تبين لنا الآن ما معنى حيثية الصدق؟ هذه نقطة أيضا من القضايا التي نريد أن نقف عندها حتى يتبين لنا هذه المفردة وبالتالي لا يكون هناك لفث حيثية الصدق هي ملاك صيرورة الشيء كما يعبر مصداقا للمفهوم فالكتاب بحسب وجوده في الخارج مصداق وبحسب وجوده في الذهن هو مفهوم لذلك المصداق يعني عندما نقول هذا كتاب في الخارج هذا مصداقه مصداق هذا الكتاب هو هذا الكتاب الذي الآن مثلا بين أيدينا أما على مستوى الذهن فله ماذا؟ فله حيثية أخرى على مستوى الوجود وتوجد هناك حيثية ثالثة غير هذه الحيثية حيثية المصداق هي حيثية الصدق أي يصدق على هذا أن نقول عنه كتاب أو لا وبحسب هذه الحيثية كما يقولون هذا يكون هذا الكتاب هو ذلك الشيء المتصف مثلا بأوصاف متعددة مثلا أو ما شابه ذلك من لون من طول من عرض من قياس وما شابه ذلك لذلك حين يقال أن هذا الكتاب مثلا على فرض أن نقول أن هذا الكتاب موجود في الخارج هو مصداق من مصداق مفهوم الكتاب فهنا يصح السؤال عن هذه الحيثية بها وبالتالي عندما نقول زيد عالم هنا يوجد مصداق ويوجد مفهوم فالمصداق هو زيد الخارجي الذي ينطبق عليه كما قلنا مفهوم العالم مفهوم العادل أو ما شابه ذلك وقد يكون هناك أيضا زيد عادل وشجاع وكريم مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى كونه عالم يعني قد تكون هناك هذه الصفات أو هذه الأوصاف متفرقة وتردت أن تكون مجتمعة في مصداق واحد وبالتالي ماذا؟ وبالتالي مفهوم هنا العلم يصدق على زيد من حيث علمه لا من حيثية أخرى كما ذلك العدالة من حيث العدالة لا من حيثية أخرى فلا يتصف هنا بأنه ماذا؟ عالم من حيثية عدله أو لا يتصف أنه عادل من حيثية علمه هذا ما يتم بيانه في هذه القضايا إذن هنا كما نقول في هذه المسألة هناك مجموعة من الأقوال سندخل إليها المصنف يبدأ بقوله الشيئية تساوق الوجود يعني الشيئية والثبوت يساويان الوجود وكما يقول والعدم لا شئية لها العدم هو في نقيض الوجود ويعني اللا وجود والنفي هو ماذا؟ هو العدم إذن الثبوت في قباله ماذا؟ النفي الوجود في قباله ماذا؟ العدم هذه كما نقول رأي المصنف ويبتدئ به ثم يقول إذ هو بطلان محض لا ثبوت له يعني العدم لا شئية له إذ هو ماذا؟ يبين إذ هو بطلان محض لا ثبوت له فالثبوت والنفي في معنى الوجود والعدم وهذا ما أشرنا إليه الثبوت يعني الوجود العدم يعني ماذا؟ يعني النفي إذن عندما نقول هنا في هذه كما نقول الكلمات الشيئية والثبوت يعني ماذا تساوي الوجود العدم يعني كما نقول لا وجود محض أو محض لا وجود فيساوي العدم وبالتالي نقول كل شيء موجود وكل موجود شيء وكل منفي معدوم وكل معدوم منفي هذا دليل المصنف على ماذا على صحة قوله وبالتالي يقول هذه قضية بديهية ارتكازا واعتمادا على ماذا على كما نقول ذلك الاستدلال الذي قمنا به على أصالة ماذا على أصالة الوجود وبالتالي هنا الوجود والعدم متناقضان والنقضان لا يجتمعان بحسب القاعدة العقلية ثم يقول المصنف إلى ماذا رأي الآخر في هذه المسألة في مسائل الشيئية تسابق الوجود هناك رأي للمصنف وهنا رأي للمعتزلة أو بعض البعض هناك تقسيم عندنا الآن إن شاء الله نوضحه وعن المعتزلة أن الثبوت أعم مطلقا من الوجود فبعض المعدوم ثابت عندهم وهو المعدوم الممكن ويكون حينئذ النفي أخص من العدم ولا يشمل إلا المعدوم الممتنع الذي نعبر عنه على سبيل المثال بشريك الباري قول المعتزلة يقولون الثبوت هو الوجود الثبوت هو الوجود وكذلك إضافة له ماذا إضافة له كما نقول الممكن المعدوم الممكن المعدوم وبالتالي ماذا وبالتالي هنا الثبوت الثبوت أوسع دائرة من ماذا من الوجود ويكون هنا الوجود ماذا والوجود هنا يكون أخص أخص من الثبوت من الثبوت أما كما نقول النفي هو عدم الممتنع وبالتالي ماذا وبالتالي هنا النفي كما نقول أخص أخص كما يقول وحينئذ يكون النفي أخص ماذا أخص من العدم ولا يشمل ماذا ولا يشمل المعدوم الممتنع هذه كما نقول مفردات أساسية في قول المعتزلة لو ذهبنا إلى كما نقول الحالة من الاستدلال يقولون أن كل موجود ثابت وبعض الثابت معدوم هو الممكن المعدوم وبعض الثابت غير موجود يعني الذي هو عدم ممكن وكل منفي عدم يعني يسوي ماذا يعني عدمه عدم ممتنع وبعض العدم منفي وبعض العدم ليس بمنفي هذا كما نقول قول المعتزلة في هذه القضية إذن كما نقول قول المعتزلة هذا الرأي الثاني في المسألة أن الثبوت أعم مطلقا من الوجود وبالتالي فبعض المعدوم ثابت عندهم وهو المعدوم الممكن وحينئذ هذا النفي يكون أخص من ماذا من العدم ولا يشمل إلا المعدوم الممتنع وعن بعضهم وعن بعضهم كما يقول هنا المصنف يقول وعن بعضهم أن بين الوجود والعدم واسطة ويسمونها بالحال وهي صفة الموجود التي ليست بموجودة ولا معدومة كالعالمية القادرية الوالدية من الصفات ماذا؟ من الصفات الانتزاعية التي لا وجود منحازا لها يعني لا وجود مستقل مستقل لها فلا يقال أنها ماذا؟ فلا يقال أنها موجودة والذات الموجودة تتصف تتصف بها فلا يقال أنها أنها معدومة وأما وأما الثبوت والنفي فهما متناقضان لا واسطة بينهما وهذه كلها هذا جواب المصنف وهذه كلها أوهام يكفي في بطلانها قضاء الفطرة بأن العدم بطلان لا شيئة لا شيئة لها هنا قول كما نقول بعض المعتزلة البعض الآخر من المعتزلة وكذلك حتى على مستوى الأشاعر ماذا يقولون؟ يقولون هناك ما ليس بموجود وما ليس بمعدوم وهو ماذا؟ وهو الحال ما بين الوجود وما بين وما بين العدم وبالتالي وعليه أن الثبوت يساوي ماذا؟ يساوي الوجود زائد الحال يساوي الوجود زائد الحال الذي هو لا موجود ولا معدوم والنفي والنفي يساوي ماذا؟ والنفي يساوي العدم إذن الثبوت هنا الثبوت هنا أن هناك كما نقول شيء لا هو بموجود ولا هو بمعدوم يسمى الحال والثبوت هو يساوي الوجود زائدا هذا الحال وكذلك النفي يساوي ماذا يساوي العدم وكل موجود ثابت هنا إذا ما أردنا أن أخذ هذه العبارة بهذه الصياغة وكل موجود ثابت وبعض الثابت هو موجود بهذا الفرضية التي يفترضونها وبعض الثابت كما نقول وبعض الثابت موجود وبعض الثابت حال لا هو موجود كما قلنا ولا هو بمعدوم وكل معدوم منفي وكل منفي وكل منفي معدوم هنا يخلصون إلى ماذا يخلصون إلى أن الثبوت إلى أن الثبوت هو كما نقول يعني ضد النفي وبالتالي العدم والوجود هنا ليس متناقض هنا هذا الكلام هذا الكلام كما نقول يقول المصنف وأما الثبوت والنفي فهما متناقضان متناقضان لا واسطة بينهما وهذه كلها أوهام يكفي في بطلانها قضاء الفطرة بأن العدم بطلان ماذا بطلان محمد عندما نرجع إلى الفطرة ونرجع إلى خصوص الاستدلالات التي قامت التي قامت على أصالة الوجود وعلى كذلك الأحكام التي التي من خلالها أثبتنا الأصالة للوجود وهذا كما نقول لا يحتاج إلى برهان لبساطته وبداهته وهذا ما تقتضيه الفطرة يقول المصنف هنا فبالتالي ماذا فبالتالي يقول أن هذا القول الذي يقولونه بعض المعتزلة والأشاعر أن ما بين الوجود والعدم واسطة وأن هذه الواسطة هي الحال هذه الحال هي لا وجود ولا عدم هذا لا يمكن أن يتقبله الفكر والعقل وبالتالي ماذا وبالتالي تكون هذه القضايا كلها قضايا غير صادقة إذن عندما نتحدث هنا عن هذه القضية نرجع إلى ماذا نرجع إلى بيان رأي المصنف إلى بيان رأي المصنف في هذه المسئلة وبالتالي عندما يقول المصنف أن الشيئية والثبوت الشيئية والثبوت يعني تساوي الوجود عندما نقول أن هذا موجود فبالتالي هذا محقق على مستوى الثبوت وأما عندما نقول أن هذا الشيء معدون فبالتالي هذا نفي له بالتالي هنا المصنف يخلص إلى نتيجة مهمة جدا أن الوجود هو نقيضه نقيض العدم وأن العدم نقيض الوجود والنقيضان لا يجتمعان إذن الوجود والعدم هما متناقضان إذن عندما نقول الشيئية تساوق الوجود وهذا ما نراه في مثالي الذي قدمناه أن الإنسان ناطق نعم للإنسان وللناطق كل له لفظه هذا مما هو واضح كل له مفهومه كذلك لكن على مستوى الواقع الخارجي وما يترتب عليه من آثار وهذا ما تم إثباته في برهان أصالة الوجود أن زيدا أن زيدا هو إنسان وناطق بحسب المصداق الخارجي التي تترتب عليه الآثار وبحسب حيثية الصدق التي نراها من هذا الاستدلال هذه نقطة مهمة جدا وفيما بين عندما نقول الشيئية تساوق الوجود المساوقة كما بيناها أن هناك نقاط اختلاف وأن هناك نقاط اتحاد كما تم بيانه أما نقاط الاختلاف نرجع نقررها لأهميتها نقاط الاختلاف تكون على مستوى اللفظ وعلى مستوى المفهوم وهذا ما تم بيانه وأما جهة الاتحاد جهة الاتحاد تكون ماذا تكون في حيثية الصدق وحيثية المصداق في حيثية الصدق وفي حيثية المصداق إذ أن زيدان هو نفسه الإنسان وهو نفسه الناطق في المصداق الخارجي وكذلك حيثية الصدق كما أن زيدان كان إنسان وصدقت عليه الإنسانية أي كذلك تصدق عليه ماذا تصدق عليه الناطقية إذن هذا كما نقول بيان لمفردة هذه المفردة مفردة هذا الفصل المهم جدا وما أتى عليه ذكر ما أتى على ذكره المعتزلة أو الأشاعرة هذا واضح البطلان بكما نقول باقتضاء الفطرة والوجدان والوجدان وكما نقول ملكة العقل عند الإنسان أنه يحدد أن هناك فوارق واضحة ما بين الوجود وما بين العدم أقول هذا موجود هو متحقق وعندما أقول أنه معدوم يعني ماذا يعني هناك انتفاء له فالعدم هو النفي والنفي هو العدم وعندما نقول الوجود يعني الثبوت يعني الحضور يعني الشيئية يعني يترتب عليه آثار إذن الشيئية تساوق ماذا تساوق الوجود هناك كما نقول نعم للشيئية والوجود هذه لفظها وهذا له لفظه لها كما نقول مفهومها ولها مفهومها لكن في الحقيقة الخارجية عندما أثبتنا أصالة الوجود وأن الوجود ما تترتب عليه آثار فهي عين الشيئية وبالتالي عين الحقيقة الخارجية وهذا ما نسميه بعين ماذا؟ بعين الوجود إذن الشيئية ماذا؟ الشيئية تساوق الوجود وترادف الوجود من هذا المعنى إذن ما بين الشيئية والوجود نخلص إلى أن هناك جهات اختلاف وكذلك هناك جهات اتحاد الاختلاف في اللفظ والمفهوم وأما في جهات الاتحاد تكون على مستوى حيثية الصدق وكذلك حيثية المصداق الخارجي هذا تمام الكلام في هذا الفصل إن شاء الله في الجلسة القادمة نتطرق إلى الفصل العاشر في أنه لا تمايز ولا علية في العدم وبالتالي هذا كما نقول إن شاء الله سيكون بيانه في الجلسة القادمة وبيان الأقوال في هذه المسألة يعني كما نقول على مستوى لا تمايز في العدم المطلق وبيانها وبيان كثير من القضايا إن شاء الله نتركها للجلسة القادمة وكذلك بيان لا علية في العدم ما معنى هذه لا تمايز ما معنى لا علية في حيثية وفي دراستنا لمفردة العدم إن شاء الله إلى الجلسة القادمة نترك الكلام فيها والحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد وآ